ارتفاع مفاجئ لأعداد المصابين بفيروس كورونا ووضع وصفته السلطات المغربية بالخطير زاد من تخوف جل المغاربة وموافقتهم على قرار الحكومة بالعودة إلى تشديد الإجراءات الصحية إلى الآن تطلقات بدك تسيوب والناس أسميتها ربما غيرتها الأسوأ لا 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 تساهل في هذا الموضوع لأن الحدث خطير الحدث خطير وزارة الصحة المغربية أوضحت أن عدد المصابين بفيروس كورونا تضاعف بالنظر إلى امتلاء المستشفيات بالمرضى خاصة أقسام العنايات المركزة سجلت المنظومة الصحية ارتفاعا مؤكدا ومرعبا في عدد الحالات النشطة حيث مررنا من 5535 حالة نشطة إلى 15253 حالة نشطة فيما يخص عدد الحالات الحارجة التي يتم مستشفاؤها في أقسام العناية المركزة فلقد عرفت هي الأخرى ارتفاعا أسباب تزايد أعداد المصابين بالفيروس خلال الأسبوع الجاري عزته الحكومة المغربية إلى رفض العديد من المغاربة تلاقي جرعة اللقاح وكان بعض الأنواع المرضى لما دلوش اللقاح لأنه كانوا يفضلوا اللقاح على آخر كذلك كالناس اللي كانوا ما تيقينش في عملية اللقاح وكانوا يشوفوا الفعالية اللقاح على الساكنات وكان نوع آخر اللي كان غير قابل لعملية اللقاح فمن هذا الباب هذا راه إلا مشاوح تضيعوا هذه العملية اللقاح راه يضرب راسهم يضرب الناس ديرهم وإذا أهدى الوضع لجأت السلطة المغربية إلى فرض إجراءات احترازية مشددة تتضمن حضرة جوال جزئي ليلا وتقييد التنقل بين المدن ومنع إقامة جميع الحفلات والالتزام بنصف طاقة الاستيعاب للمقاهي والمطاعم وسائل النقل العمومي والمسابح العمومية واحترام تدابير الوقائية قرار تخلي الحكومة عن تخفيف إجراءات الحجر الصحي انتقدته فئة من المستثمرين على وجه الخصوص واعتبرته تضييقا على مصدر دخلها موازاتا مع تشديد الإجراءات الصحية قررت الحكومة في المقابل الشروع في تطعيم الشباب ضد كورونا في أفق تحقيق مناعة المواطنين بنسبة 80% عبد الحيل بقالي الحرة الرباط